نروح بقى لفريقنا واللي بيوصل زي ما حضراتكم عارفين برضو تدريبات وخلاص بتتكلم عن أقل تقريباً من 72 ساعة وحنبدأ دربة البداية في مباريات دوري المجموعات من بطول الدوري أبطال إفريقيا وحنبدأ رحلة طبعاً الدفاع عن اللقب وحقول اللقب الغالي جداً يوم السبت بإذن الله أمام مدياما الغالي اتكلمنا عن نادي مدياما وقلنا التاريخ بتاعه اتكلمنا عن بعض المعلومات للن تاني نادي مدياما مش من الأندية اللي عندها سيد كبير أو عندها أو الناس يمكن هنا في مصر عندهم معلومات كتيرة عندهم بدليل أو خليلين بطبعة الحالة أنهم ما هوش من الفرق المقدمة كتير يعني فمش من الفرق المعروفة مش هقول مغمورة لكن كان مهم نطلع حضراتكم عن بعض المعلومات يعني خلينا نتكلم كمان عن أهمية المباراة وأهمية الفرق أو الفريق كمان المنافس اللي أكيد عنده هنا مهما كان الرانكينج بتاعه ومهما كان من الفرق المش معروفة لكن أكيد عنده طموحات كبيرة جدا كمان في أول ظهور لي في دوري المجموعات وكبتكلم كمان آخر مباراة كان لعبها النادي الأهلي كانت في بطولة الدوري أمام الجونة لو إحنا هنتكلم تحديدا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف يعني لكل فريق قبل الدخول بقى في فترة التوقف الدولي يمكن دي النتيجة شوية برضو اللي البعض قالك مش الأفضل يعني وقتها طبعا أنا وإنتكلمنا وقلنا أولي التعادل مع الجونة طب إحنا كان ممكن نحرز أكثر من هدف إحنا كانت أي مشكلتنا إحنا فنيا أقوى إحنا بلغة الأرقام في حتة تانية لكن بيحصل بيحصل حاجات زي كده ويمكن لها أسبابها برضو المنطقية شوية لكن على كل حال جماهير النادي الأهلي ما لهاش علاقة بقى بكل الحاجات اللي بتبقى فهم خلفيات المباراة إحنا لنا دعوة بالمباراة لنا دعوة بالأداء لنا دعوة بالنتيجة في الأول وفي الآخر مارسل كولر اشتغل الفترة اللي فاتت وأكد لحضراتكم على أهمية عدم التفريط وتتكلم مع اللعيبة أكتر من مرة وعرضنا ده عدم التفريط في أي نقاط وده مهم جدا خصوصا أنت بتتكلم عندك ضغط مباريات كبير جدا في المرحلة القادمة سواء في الدوري أو دوري الأبطال قبل كمان ما نبدأ مشوارنا في كاس العالم للأندية والتي طبعا فيه توقف حنرجع شهر الستة لكن برضو بطولة مهمة جدا جينا قولنا قبل كده يعني بإذن الله يبقى مش بس أن أنت بتشارك يا كريم لأ أنت بتشارك وبتحقق رانكينج تاني وبتحقق أداء تاني فبالتوفيل اللي جاي لكن هي فترة صعبة جدا وفترة مضغوطة جدا طبعا على النادي الأهلي نحن طبعا متعشمين خير قوي فيما يتعلق بمشاركة النادي الأهلي في كاس العالم للأندية في عدية النسخة عايزة حي محمد دكروليز مننا العزيز على اللقطات الحصرية اللي عرضها من شوية لتقيح واحد من تدريبات مديامة الغاني وطبعا زي ما أنا هوند بتقول لحضراتكم فعلا هو أكيد بطبيعة الحال ما سمعناش الاسم ده قبل كده كتير أو البعض مننا يمكن ما يكونش سمع الاسم ده قبل كده من الأساس ولا حتى مرة واحدة لكن طالما هو بينافس ووصل للمرحلة دي فاحنا برضو هنتعامل على اعتبر ان احنا أمام منافس قوي دي نقطة نقطة تانية بقى وده درس المفروض يكون مستفاد المفروض يكون دي حاجة احنا لقطناها كده ده اللي احنا تعرضنا لها قبل كده أكتر من مرة عبر السنوات حتى القليلة الماضية ان احنا في أوقات معينة في بطولات معينة كنا بنلاعب فرق برضو نفس الحكاية مش عارفين لها أول من آخر ومش فهمين لهم أبعاد ومش عارف لهم تاريخ يسكر وحتى الاسم مش مطروق قوي لكن بنتفاجئ على أرض الملعب ان انت بتلاعب منافس وخصم قوي جدا وند شرس جدا جدا طبعة الحال عايز يعرض نفسه ده بيشارك يعني في ماتش قدام الأهلي في بطولة كبيرة بالشكلة فلازم نتعامل مع مديامة زي ما بنتعامل مع أي فريق قوي حنتطر ناخد معه لقاء من اللقاءات في هذه البطولة وان شاء الله ربنا يكرم وربنا يوفقنا ان شاء الله تعالوا بقى نتكلم شوية عن أهمية الدعم في الفترة دي لكل لعيبة الفريق لان احنا داخلين على مرحلة تعالوا نسميها مفترق طرق عندنا أكتر من بطولة مطلوب جدا جدا اننا نركز فيها مش عايزين نشتت نفسنا بقى بالكلام عن أي متغيرات لان وارد او ان يكون فيه كلام عن متغيرات خصوصا واحنا مقبلين على مرحلة المركات والشتوي من الطبيعي ان فيه ناس ممكن تمشي من العادي ان فيه ناس ممكن تخرج إعارات او يكون فيه تعاقدات جديدة مع لعيبة معينة ان تم فهو بيتم بالتنصيخ ما بين إدارة النادي والجهاز الفني لكن فكرة بقى ان كل واحد فينا وعا سوشال ميديا يقعد يكتهد بشكل متواصل او يضغط على إدارة النادي او على الجهاز الفني عبر السوشال ميديا بان فيه كلام عن ضم فلان او ضم علان او حيستغنوا عن فلان او يستغنوا عن علان فيعني مش عارف هنرجع تاني نقول نفس اللي بنقوله بقى لنا فترة طويلة لو فيه حاجة يعني جديدة في هذا الاطار كالعادة اخدوا الكلام من النادي الاهلي ومن قناة النادي الاهلي بشكل عام ولا سيام عشر الصبح في الاهلي بطبيعة الحال